اشتركوا في القناة الحلقة اللي فاتت بعد ما عملنا اجزام كامل ودخلنا في الاجزام اللي بعده وحلينا اول سؤال فيه كان multiple choice وكان بيقول ايه السؤال ده كان بيقول ال point 3 و 4 lie in which quadrant ولقينا ان هي في ال first quadrant لان ال first projection is positive وال second is positive ناخد كمان example على الموضوع بتاع multiple choice بيقولك مين في المجموعة الexpressions اللي موجودة دي is one of the measure of the disperse المين ولا المدين مين مود ولا الstandard division طبعا معروف جدا ان الstandard division هو اللي بيقيس ال disperse ناخد example كمان the third proportion of the two numbers three and six is طيب دلوقتي يعني ايه third proportion يعني ال proportion التالت طيب انا دلوقتي عندي مين اللي موجود اكيد ده the first or second طيب ما تيجوا مع بعض نشوف السؤال ده على ال board يلا بينا يلا بينا نشوف مع بعض كده السؤال كان بيقول السؤال the third proportion of the two numbers three and six طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي في سؤال زي ده هو proportional عادي ولا continued proportion احنا كنا قولنا قبل كده في ال continue proportion لازم يقول لي صراحة هو continue proportion طيب ما هو ممكن يكون continue proportion وما يقولش امتى بقى لما بيكون عدد ال elements اللي موجودين عندي odd يعني three أو five أو seven طيب هو عاوز third proportion يبقى بالترتيب كده اكيد three هي first proportion والsix هي second او اللي بيسموه المين proportion طيب نعمل ايه بقى في الكلام ده كنا قولنا قبل كده لما يكون عندي a و b و c are in continue proportion ال b بيسموه المين كان في relation بتربطهم ببعض اللي هي كانت ايه ان ال b squared equal a times c طب لو حابب تجيب c اللي هو التالت يبقى b squared over a طب لو حابب تجيب ال a اللي هو first proportion بتاخد b squared divide c طب انا عايز ايه دلوقتي انا عايز third يبقى c equal b squared over a من هي ال b اكيد ال six ومن هي ال a اكيد ال three six power two 36 over three يطلع 12 يبقى الاجابة بتاعتي 12 طيب سؤال كمان برضو تبع multiple choice if number of elements of x is two number of elements y product x is six then number of element y two يعني ايه y two يعني y product y طيب احنا كنا قلنا قبل كده لو حابب تجيب number of elements بتاع set x product y بتاخد number of elements of set of x تعملها times number of elements of y طب انا دلوقتي السؤال معكوس يعني ايه معكوس؟ قيل لي ان number of elements of y product x is six وعاوز نجيب number of elements of y طيب اعمل ايه؟ هنعمل عكس اللي قلنا من شوي يبقى هعمل number of elements of y product x divide number of elements of x يعني six over two يطلع number of elements of y is three هل ده المطلوب؟ لا هو عاوز number of elements of y two يعني ايه y two يعني y product y يبقى اكيد حاجيب من number of elements تاعة الواي وعملها times نفسها او نعمل لها square يبقى اكيد number of elements of y two is three power two يعني nine يبقى الاجابة بتاعتي nine نرجع نكمل بقى شغلنا يلا بينا بعد ما شفنا اتنين examples على multiple choice نكمل برضو لسه في موضوع multiple choice والاسئلة بتاعته والاسئلة مضمونة وسهلة السؤال بيقول ايه if x y equal 7 then y varies varies ايه بقى دولك varies مع one over x ولا x minus 7 ولا x ولا x plus 7 طيب عشان اقدر احدد ال type بتاع ال variation او ال variation ايوه المفروض نعمل ايه لازم اوصل لل relation اللي ممكن تعرفني هو direct ولا invert ازاي ان انا make the y subject يعني ايه make the y subject يعني خلي ال y لوحدها طيب ال statement اللي هو مدهاني ان x y equal 7 طيب ممكن اخلي ال y لوحدها ازاي ان انا اعمل dividing both sides by x هتلاقي ان left hand side بقى y وال red hand side بقى 7 over x يعني y equal 7 over x طيب ال 7 دي ايه constant لو انا مثلا سميته k هتلاقي ان y equal k over x والk ده is none zero constant يبقى اكيد واضح جدا ان y equal k over x معناها ان y varies inversely مع x طيب ازاي ال y بنكتبها y varies inversely مع x بتتكتب ازاي y varies مع 1 over x يبقى الاجابة بتاعتي 1 over x سؤال كمان خلصنا كده الملتبل شويس نشوف بقى السئلة say question او short answer السؤال بيقول ايه set x including elements 2 and 5 set y including elements 1 و 2 set z including only element 3 ايه المطلوب number of element of x product z لغاية دلوقتي فيه ناس بتطلغبط وتفتكر ان x product z او ال n of elements of x product z ان هو يعمل ordered pairs لعا لما تلاقي كلمة او الحرف n قبل الكارتيزيان product اتمن ذات هو عاوز number of elements بس يعني number of ordered pairs طيب ايه معناها number of elements of x product z يعني تاخد number of elements of x والnumber of elements of z ونعملهم times بعض طيب ال x فيها كم element x فيها two elements الزاد فيها كم element فيها element واحد يبقى اكيد n of x product z هيبقى two times one هيبقى only two elements يعني اتنين ordered pairs بعد كده عايز ايه عاوز y intersection x cartesian product z طيب نفتكر مع بعض كده ال intersection والunion وال difference بتاع ال sets بسرعة بسرعة كده لما يكون في عندك two sets x و y وعاوز تجيب ال intersection اللي بينهم يعني تجيب elements common طيب لو عاوز تعمل x union ال y بتعمل ايه بتاخد كل ال elements اللي موجودة في set x والset y without repeating يعني ال elements اللي هنا واللي هنا واللي متكرر مش بيكتب مرتين هي مرة واحدة بس طيب يعني ايه x difference y يعني ال elements اللي موجودة في ال x ومش موجودة في ال y يبقى اكيد y difference ال x هيختلف تماما لان انت لما تعمل y difference ال x هتجيب ال elements اللي موجودة في ال y ومش موجودة في ال x طيب دلوقتي علشان اعمل y intersection x cartesian product مع الزد لازم في الاول اجيب y intersection x طيب y intersection x معنى ايه معنى elements common between y and x طيب بصي معايا كده على x وال y ال x including 2 and 5 وال y including 1 and 2 يبقى اكيد ال common elements اكيد 2 يبقى x intersection y او y intersection x ال element 2 وطاف set او braces طيب ال set z فيها ايه فيها 3 يبقى انا هعمل 2 set 2 cartesian product مع set including only 3 يبقى اكيد cartesian product هيبقى عبارة عن ordered pair including ال 2 3 كده انا خلص السؤال خش على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول ايه if b is a middle proportion between a and c middle proportion يعني هو قصده ان هما continue proportion prove that a minus b over a minus c equal b over b plus c طيب زي ما كل مرة بنشتغل النوع ده من انواع المسائل لازم اجيب relation تربط بين elements اللي موجودين في الرش او في ال proportion اللي موجودين عندي between a b and c هما continue ايوا continue وعرفت منين ان هو قال انه في b middle proportion يبقى المفروض لما اجي ابدأ في الشغل بتاقي هقول ايه a over b equal b over c وبعدين ازود من عندي equal m وابدأ من الاخ b equal c m طب والa تبقى equal a c m squared انا كده جاهز بالsubstitution عشان ابروف لازم في الاول اشتغل في left hand side لوحده طب left hand side بيقول ايه بيقول a minus b over a minus c كل اللي هتعمله هتسبستيوت ال a بc m squared وال b بc m شيء اللي ايه وحط ما كانها c m squared وال b c m بقت c m squared minus c m over c m squared minus c طيب نعمل ايه بعد كده لازم simplify طب علشان simplify وcross values او من numerator وال denominator لازم يكون values اللي موجودة في الن numerator وال denominator في صورة multiplication product يعني طب ده مش هيحصل غير من لما اعمل factorization طيب الفactorization في الن numerator ممكن اعمل ايه تمام greatest common factor which is c m طيب ناخد c m common من الن numerator طيب ال denominator في common ايوا اللي هو c يبقى c لما اخدها common من ال denominator يبقى في عندي m squared minus one طيب هل في حاجة ممكن نكنسلها في c مع c طيب انا عندي مشكلة ان فيه في ال denominator m squared minus one لو ينفع نصرف فيه ممكن نتصرف طب ازاي اتصرف في m squared minus one ده كان form من الفورنس بتاعة الفactorization اللي كنا بنسميها difference of two squares من اسمها difference of two squares difference يعني subtraction و2 يعني اتنين elements وsquare هو مقصود ان ال two elements دول يوم square root زي مثلا x squared minus 25 ده difference of two squares طب عمله factorization ازاي square root first مع square root second ومرة باكتبه positive ومرة يبقى negative طبعا الميدل تير يبقى x plus 5 وx minus 5 طب تعالوا نعمل الكلام ده في ال denominator m squared minus 1 ده difference of two square طيب نعمل ايه square root m squared بm و square root ال one بone يبقى m plus 1 وm minus 1 كده دلوقتي ال numerator والdenominator بقوا very simple طب نعمل ايه microsoft الحاجات اللي زي بعض هطير c مع c ده في ال numerator والdenominator m minus 1 مع m minus 1 ايه اللي بيفضل عندي m over m plus 1 انا كده left hand side عرفت انه هو عبارة عن m over m plus 1 طيب red hand side بيقول ايه b over b plus c طب ال b كان بcm والc هنسبها زي ما هي طب replace ال b بcm وال b بcm بقيت cm over cm plus c ناخد c common من ال denominator cm divide c equal m و c divide by c equal 1 طيب في common ايوه السي هنقرس them out يتفضل عندي m over m plus 1 كده واضح جدا ان ال left hand side وال right hand side زي بعض لانهما الاثنين equal m over m plus 1 كده السؤال خلص نشوف السؤال كمان بيقول ايه if set x including 1 3 4 5 and 4 set y 1 2 3 4 5 6 and r is the relation from x to y where a r b means in a plus b equal 7 for all a belongs to x and b belongs to y المطلوب write r and represented by an arrow diagram show that an r is a function طيب كلمة اعتاد اللي بعد statement a r b means هي دي ال relation اللي هستخدمها علشان اجيب ال ordered pairs طيب ال relation بتقول لي ايه ان a plus b equal 7 الا من first projection وال b second projection هعمل ايه بقى المفروض هكمبين ال elements اللي في set x مع ال elements اللي في set y المهم ان يكون الصم بتاعهم equal 7 اكيد بقى انا مش هجرب هو المفروض تقول ايه one plus one one plus two one plus three and so on بس الدنيا واضحة غدا ان one لما عملها plus cam equal 7 اكيد one plus six طيب ال seven موجودة في ال second set موجود يبقى عندي one و six ده اول ordered pair في ال relation بتاعتي طيب three three مع كام يدي seven three plus four equal seven الفور موجودة في ال second set موجودة يبقى عندي ordered pair three و four طيب نشوف الفايف اكيد five plus two equal seven ال two موجودة في ال second set مظبوط يبقى عندي ordered pair five و two طيب اللي بعدها بتقول لي ايه four نجرب الفور four مع كام يدي seven four plus three equal seven يبقى عندي ordered pair four و three فين بقى ال relation كل ordered pairs اللي موجودة عندي نكتبها في set يبقى one و six three و four five و two and four and six ارو دياجرام بنعمله ازاي two columns الكلوم الاول x including الالمنس اللي موجودة في set x which they are one three five four set y او الكلوم y في الالمنس اللي موجودة في set y من one لحد six integer numbers طبعا اللي توصل بين كل المنس او set والتانية الone مع six three مع الفور الفايف مع two and the last one four مع three طيب دلوقتي الريليشن اللي قدامي دي هل هي function or not لو كل element في set الاول طالع منه one and only one ray كده تبقى function ولو كان في صورة order pair كل الالمنس اللي موجودة في set x لازم يظهر مرة ومرة واحدة بس يبقى اكيد دي function لان كل الالمنس اللي في set x has one and only one image في set نشوف سؤال كمان if 5a equal 3b find the value of 7a plus 9b over 4a plus 2b لما يقولك find the value of it mean that ان لازم تحول الفراكشن اللي موجود عندك ده ل numerical value numerical value يعني ارقام طيب ايه المعلومة الوحيدة اللي ممكن استخدمها عشان احول ده numerical value statement اللي بتقوللي ان 5a equal 3b طب انا متعود ان انا اشتغل بالratio proportion يكون حاجة over حاجة طب اعمل ايه اغير الفورم اللي هو مدهاني 5a equal 3b ازاي a over b equal 3 over 5 زي ما الارز اللي قدامك دي موضح نكتبهم بق a over b equal 3 over 5 طيب فيه ناس هتقول a equal bm و3 equal 5m انت كده لاخبطت انا قلت قبل كده لما يكون في عندي proportion 2 ratios في عندك احتمالين يا اما تقول الالمنت equal اللي جنبيه m او تقول ان 2 ratios equal m وتعمل الvalue مع اللي تحتها m طيب الابسط والافضل دلوقتي ان انا اشتغل ايه a equal 3m و b equal 5m طيب اعمل ايه بقى اشوف المطلوب اللي هو 7a plus 9b over 4a plus 2b وسبستود a 3m will be 5m هتلاقي عندك 7 times 3m plus 9 times 5m وفي الديوميناتر 4 times 3m plus 2 times 5m هتلاقي النيوميناتر بقى 21m plus 45m والديوميناتر 12m plus 10m combine like terms هتلاقي النيوميناتر بقى 66m والديوميناتر 22m الام cross them out 66 divided by 22 equal 3 يبقى كده المطلوب 7a plus 9b over 4a plus 2b النماريكا النيوميناتر بتاعتها is 3 نشوف سؤال كمان بيقول if f of x equal 4x plus b and f of 3 equal 15 find the value of b as usual عشان اجيب بال b لازم افور باكواجن طيب ايه المعلومات اللي موجودة عندي في الاكواجن اللي هي including b f of x equal for x plus b طيب انا محتاج يكون عندي ال x ويكون محتاج عندي كمان ال f of x وال f of x by the way اللي هي دايماً بيسموها y او غالباً y طيب انا ما عنديش ال values دي لا موجودة بس مخبيها ازاي هو بيقول ان f of 3 equal 15 واحنا كنا قولنا قبل كده f of 3 equal 15 ده معناه اللي in between brackets اللي مع ال f هو ال x واللي equal ال f of x او f of 3 هو ال y يعني معنى كده ان ال x بتاعتي هي 3 وال f of x او ال y هي ال 15 طيب سبستوت بقى بال x equal 3 وال y اللي f of x equal 15 في الستيتمنت الاولى خالص هتلاقي عندك تكون ايه 15 equal 4 وريبليس ال x ب 3 4 times 3 plus b طبعاً 4 times 3 equal 12 هتلاقي الاكويتون بيتعبارة عن 15 equal 12 plus b هنسبتراكت 12 from both sides of the equation هتلاقي ان ال b بتاعتك equal 3 وكده السؤال done سهل ومفوش حال خالص شوف سؤال كمان السؤال بيقول ايه if y varies x and y equal 6 when x equal 3 عاوز ال relation between x and y find the value of y when x equal 5 واضحة جدا find the relation يبقى اما هقول y equal k x or y equal k over x it depends حسب type of variation تبدأ direct الف 8 لانه مكتوب y varies x امتى يبقى inverse y varies 1 over x يبقى انا هقول y equal k x المعلومات اللي موجودة عندي x x equal 3 y equal 6 يبقى كل اللي هتعملوا هتقول ان y equal 6 x equal 3 replace it في relation اللي هي فيها k unknown 6 equal k time 3 طيب k time 3 يعني 3k لو عملنا dividing 3 in both sides of the equation هتلاقي ان k equal 2 طيب k equal 2 فين relation y equal 2x ده كده الpart الاول الpart الثاني عايز a find the value of y when x equal 5 طيب انا relation بتاعتي بتقول ان y equal 2x replace x ب5 لانه بيقول x equal 5 يبقى y equal 2 times 5 يعني y equal 10 when x equal 5 شوف سؤال كمان السؤال بيقول ايه في عندك table والtable ده frequency table ايه الالمنس اللي موجودة فيه طبعا احنا متعودين ان frequency table الرو الاول بيبقى بنسميه x والرو التاني هو k ايه المطلوب calculate the mean and the standard deviation of the number of children ايا كان الdatا اللي موجودة عندي الرو الاول هو x والرو التاني هو k طيب جميل جد اعمل ايه الخطوات بتاعتها محفوظة وعرفينها وكويس جدا اللي هي كانت بتقول ايه في الاول خالص لازم اجيب sigma السجما دي السجما k او اللي هم number of children اللي هو كام 100 طيب الاكس بار اللي هو المين اريتمة اكس مين كل دي مسميات لل اكس بار او او اريتمة اكس او كان عبارة عن ايه سجما اكس k اوبر سجما k مين هي بقى ال اكس k بناخد كل في ال تيب اللي كان موجود عندي كل element مع الريبيتشن بتاعتها element مع الريبيتشن بتاعتها element مع الريبيتشن بتاعتها ونعملهم adding يطلع 226 over السجما k اللي هو number of children which they are which is 100 226 divide 100 يطلع 2.26 احنا كده جبنا المين طيب علشان بقى اجيب standard deviation اعمل ايه التابل اللي احنا متعودين عليه elements كانت جاية من تابل كان في repetition طيب الجدول كان بيتكون من مجموعة من الكلوم ايه هي الكلوم دي x وk x وk دول هما مين ال2 rows اللي كانوا موجودين في الكل الاول بس بكتبهم vertical يعني طيب والكلوم اللي بعدها x minus x bar وبعدين squared وبعدين اخذ squared وعمله times repetition بتاع كل value طيب نشتغل zero وكان number of repetition بتاع 6 اعمل 6 minus 2 point 26 ده يديني x minus x bar squared يطلع 5 point 10 76 وناخد squared ده اللي هو 5 point 10 76 اعمله times 6 اللي هي k يديني اخر part في الرو هنريبيت الكلام ده مع الone وال 15 طيب هعمل ايه again 1 minus 2 point 2 6 يطلع negative 1 point 26 squared وبعد ما squared عملها multiplying by k which is 15 تطلع 23 point 814 طيب هنكمبيت الموضوع ده لحد ما كل الvalues اللي كانت موجودة في التابل تخلص وبعدين بنعمل summation بالthird column جيني sigma x minus x bar squared times k طيب نعمل ايه بعد كده انا محتاج standard deviation الرول بتاعت standard deviation في حالة التابل ده كان بتبع عبارة عن ايه square root sigma x minus x bar squared times k اللي هو summation بتاع اخر column divided by sigma k طيب الvalues دي موجودة عندي قردي موجودة الpart اللي في النوم ريتر 113.24 with sigma k 100 by calculation تطلع approximately equal 1.06 طيب نشوف سؤال complete بيقول ايه السؤال if ordered pair one with three equal six with b then find a plus b طيب ايه المعلومة اللي موجودة عندي اتنين ordered pairs equal طيب لما بيكون في عندي two ordered pairs equal ايه اللي هيحصل عندي ان first projection equal first projection second equal second طيب يعني معنى كده ان a equal six و b equal three طيب هو عاوز a ولا b ولا عاوز الاثنين ولا عاوز a plus b يعني six plus three it mean that nine والإجابة بتاعتي nine طيب سؤال ثاني if the relation of f is one with three two four with three with three then the domain of the function one with two with three طيب بسرعة بسرعة كده لما يكون في عندي relation أو عندي function متكون من مجموعة من الordered pairs مين هو ال境界ves مين هو الالمين هو الواليوز اللي موجوده as first projection في كل الوادرed pairs طيب ومين هو الرينجs second projection اللي موجوده في كل الوادرed pairs طب هو عايز ايه عايز الدومين طب بص معايا كدا في الوردرد pairs مين هوما الفيارس الا first projection 1 و 2 و 3 طيب ما هو الاستيتمنت بتقول الكلام ده يبقى اكيد الاستيتمنت بتاعتي دي صح السؤال كمان سريع جدا بيقول ايه سيجما اكس مينس اكس بار سكوارد ايكوال 36 لمجموعة من النمبرز عددهم 9 يبقى السيجما ايكوال 4 ده كأنه بيقول لي فايند السيجما او الستاندر ديفياشن طيب الديفنيشن بتاع الستاندر ديفياشن عبارة عن ايه سكوار روت سيجما اكس مينس اكس بار سكوارد اوفر اند طب دول موجودين عندي قردين موجودين 36 اوفر 9 سكوار روت الكلام ده يعني سكوار روت الفور ايكوال 2 يبقى الكلام ده اكيد غلط كده يبقى احنا قدر خلصنا النهاردة المجموعة الاسئلة اللي كانت عبارة عن مجموعة اسئلة من اجزام كامل ارجو ان انتوا يكونوا استفدتوا عاوزكم تتجعوا كويس شان انتوا مستعدين للمتحان thank you see you bye